مش هعرف أكمل يعني الحلقة مش هعرف أكملها أما بيحصل معنا الناس حتستفيدوا الله يا مونة بس هي خير من كام يوم كنت خلصت الهوى وخرجت وخلص ماشية لقيت ابني بيكلمي يقول لي أمي ربنا نجاني من الغرق طبعا يعني قلت له ثانية واحدة بي كانت بتموت جبنا فتحت القوضة تاني ودخلت سجدت لشكره عشان هو بيكلمني بنفسه وأنا سمع صوته وقال لي هم حذروني أن أنا منزلش قطنهم ما نزلتش المياه لحد راسي وتسحبت وكنت نفسي أقولها على الهوى عشان أحذر الناس من الكلام ده لأنه حصلت طبعا وحصلت قريب الله يرحمه من الحاجة حسن يوسف وحاجة شمس ربنا يربط على الألبوم يا رب حبيبي يا رب يعني قعدت من كتر الشكر وحبي لربنا لأن المصيبة ما حصلتش بقيت مش عارفة أملك نفسي إزاي فعايز أقول أنه ساعات لو حتى سمعت بس تسمعي صوت حد ربنا نجا والدغدغ فالحمد لله فإحنا بنقول نبص للمصيبة وسيدنا عمر هو اللي علمنا الحمد لله أنها مش أكبر من ذلك الحمد لله أنها لم تكن في ديني الحمد لله أن ألهمني الصبر عليها وإني شكرت ربنا في وقتها أنا أسفة جدا والحمد لله أنه أقدروا لطف وألف سلامة على كريم وألف سلامة على أولادنا كلهم ولكن زي ما أنت ربنا ما يبتلي حد في أولاده أبدا يا رب مرسي